نعم كما تشاهد خلفي هذا الدخان الذي طبعا كان بعد ثلاث انفجارات متتالية وفقا لسكان محليين وشهود عيان بأنه سمع صوت طائرات قبل دوي هذه الانفجارات الثلاثة عمدة المدينة أندريسادو في يطلب من السكان ضرورة البقاء في الملاجئ ولا يستبعد أن يكون ربما هناك صواريخ لذلك حرصا على سلامة المواطنين هو يدعو الناس إلى ضرورة الحذر والبقاء في الملاجئ كما تشاهد خلفي لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من هذه المواقع التي أيضا تطلب السلطات من الصحفيين عدم الذهاب إلى هذه المنطقة وذلك خشية على حياتهم وهناك حديث على أنه طبعا يوجد إصابات في جراء هذه الغارات الثلاثة ولكن حتى اللحظة لا يوجد مزيد من التفاصيل الرسمية كل ما نحصل عليه سواء من شهود عيان أو من أشخاصهم كانوا بالقرب من المنطقة والذين قال بعضهم أنهم سمعوا صوت طائرات قبل أن تبدأ صافرات الإنذار وبعد ذلك تلتها ثلاث انفجارات كانت انفجارات قوية وفقا لشهود عيان ولا أعرف إذا كانت الصورة واضحة خلفي لهذا الدخان المنبعث من هذه الانفجارات طبعا نحن نراقب هنا ولكن في حتى كل دقائق نسمع التحذيرات سواء هنا من هذا المكان الذي نحن فيه أو حتى من خلال السلطات التي طبعا تحذر السكان خلال هذا الوقت والخشية والقلق من أن يكون هناك صواريخ أخرى أو انفجارات أخرى على غرار هذه الانفجارات نسمع صوت صافرات سيارات الإسعاف وكذلك سيارات الإطفاء منذ الانفجارات كل بضع دقائق نسمع صوت سيارات الإصعاف أو الإطفاء ويبدو أن وفقا أيضا للمعلومات الأولية هناك عدد من الضحايا حتى اللحظة الانفجارات الثلاثة وقعت بالقرب في محيط المدينة وطبعا لدى وصولي لهذه المدينة لاحظت أن هذه المدينة تكتظ بالسكان وهذا الأمر بطبيعة الحال إلا أن هناك نسبة كبيرة من دعني أسألك عن الملاجئ مدى جهوزية الملاجئ هل توجه بالفعل سكان هذه المدينة إلى الملاجئ قبل نحو نصف ساعة كنا في الشارع وكان الشارع شبه فارغ إلا من بعض الأشخاص وبعض السيارات ومن الواضح أن هؤلاء كانوا إما في سوبر ماركت أو في المحال وعندما بدأت صافرات الإنذار والتحذيرات وتلتها الانفجارات الثلاثة لم يكن أمامهم أي خيار سوى الاحتماء انتظروا بعد الانفجارات بحوالي نصف ساعة ثم بدأوا يتحركوا وبطبيعة الحال ربما الغالبية بدأت تعود سواء إلى المنازل سواء إلى الملاجئ نحن حيث نقيم هنا الجميع هنا في طبعا الملاجئ مع هذا الصحفين الذين بطبيعة الحال يحاولون أيضا وكذلك نحن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات ولكن عمدة المدينة يحذر من ضرورة الآن الحفاظ على السلامة العامة بعد ذلك سيكون هناك بيان رسمي ومعلومات مفصلة عن طبيعة هذه الضربة وما هي الأماكن التي تم استهدافها وعدد الضحايا الذي يبدو حتى الآن هناك ضحايا في هذه الهجمات ولكن لا يعرف حتى اللحظة عدد هؤلاء يبدو أن السلطات في المرحلة الأولى تقوم بعملية تقديم الإسعافات ومحاولة السيطرة على هذا الدخان وهذه الانفجارات الثلاثة وما تلاها من هذا الدخان الكثيف الذي طبعا لا يزال مستمر وبعد ذلك ربما يكون هناك عندما تتأكد السلطات هنا أن الأمور شبه آمنة أو أن الوضع قد هدأ بعد ذلك ربما تقوم السلطات هنا بتقديم تفاصيل ومعلومات إضافية وهذا أيضا وفقا لـ يعني حتى هنا الأشخاص كنت أتحدث إليهم عادة هل يمكن أن نذهب إلى المكان هل يمكن أن نقترب قالوا لي لا يمكن والسلطات تحذر ويمكن متابعة هذا الأمر لا يجب على الصحفين حتى الصحفين عليهم أن يتخذوا هذه الاحتياطات وأن يبقوا في الأماكن الآمنة ريث ما يتم التأكد أنه لن يكون هناك صواريخ أخرى لن يكون هناك استهداف آخر بعد ذلك يمكن أن تعود الحياة إلى هذه المدينة ويكون هناك بيان رسمي من المسؤولين في المدينة للحصول على تفاصيل وعن أعداد طبعا الضحايا بشكل أضغط يعني يمان أنت أتيت من الحدود البولندية الأوكرانية بطبيعة الحال حسب ما شاهدته في الأيام السابقة مثل هذه الانفجارات هل يمكن أن تكون سبب بابتضاض اللاجئين على الحدود هل ستزيد وطيرة اللجوء ربما في الساعات القادمة؟ أنا لم أشهد هذا الانفجار منذ فترة حتى فيه على الحدود كانت المناطق آمنة يبدو أن هذه الانفجارات القوية الآن في هذه المنطقة يعني ربما تشكل ضغط على اللاجئين عندما دخلت من معبر من الحدود البولندية إلى أوكرانيا لاحظت دخول بعض العائلات الأوكرانية معي وكان المعبر بالعودة إلى أوكرانيا كان مزدحم ولدى سؤالي لهذه العائلات قالت أنها تفضل البقاء في المناطق الغربية وبطبيعة الحال بعضهم يفضل البقاء في هذه المدينة في الواقع عندما وصلت إلى هذه المدينة كان هناك الانطباع الأول لي كان هو نوع من الدهشة هل حقا أنا في أوكرانيا الحياة تبدو طبيعية كل شيء يبدو طبيعي حتى الشوارع مزدحمة سواء بالمرة أو حتى بالسيارات وهذا الأمر جعلني أقول هل حقا هذه المدينة هي داخل أوكرانيا يبدو أنها بالفعل حتى قبل الانفجارات كانت تعتبر مدينة آمنة ومدينة طبيعية في الحياة ولكن منذ هذه الانفجارات المدينة شبه خالية شبه فارغة إلا من بعض المرة الذي يبدو أنهم قد تقطعت بهم الصبل ولم يستطيعوا من التحرك أثناء هذه الانفجارات وأثناء صافرات الإنذار لذلك فضلوا البقاء في مواقع آمنة بعد ذلك تحركوا سواء إلى منازلهم سواء إلى الملاجئ طبعا الإجراءات هنا مشددة والإجراءات طبعا من ناحية السلامة العامة هي واضحة لدى السلطات المحلية هنا ولكن القلق من أن مثل هذه الانفجارات قد يدفع الآلاف من الأشخاص النازحين الأوكرانيين إلى التوجه إلى الحدود وبطبيعة الحال ربما لو هذا الأمر كان هناك ضحايا أو أصبح أمر اعتياد في استهداف هذه المدينة هذا الأمر وفقا للسكان قد يدفعهم إلى اللجوء والخروج وهذا ما طبعا تحاول المسؤولون هنا في المدينة توفير كل سبل الأمان وكذلك الملاجئ والمناطق الآمنة استهداف المدينة بهذه الطريقة ويعني لو هذا الاستهداف كان في الذروة وسط المدينة ربما ستكون الكارثة كبيرة حتى اللحظة نحن لا نعرف إن كان الاستهداف هو فقط في ضواحي المدينة أو تم استهداف مناطق سكنية أو مناطق عسكرية المدينة مكتظة بشكل كبير يمكن لأي انفجار صغير أن يخلف آلاف الضحايا وهذا أمر مخيف ومقلق حتى للسكان ولذلك يحاول العمدة أن يحذر الناس بضرورة الالتزام بالبقاء يعني يمان نحن الآن نتابع كي لا يكون هناك صواريخ وأنت تتحدث هذه الصور لسحب كثيفة من الدخان الأسود ويبدو أن الحرائق ما زالت مشتعلة نتيجة لهذه الانفجارات الثلاث التي وقعت في مدينة الفيف غرب أوكرانيا نشاهد بوضوح كثافة الصحب السوداء نتيجة لهذه الانفجارات الثلاث